موسيقى منتقل لإكزامبل ثري عندي دائرة على التوازي وعندي نوعين من المصدر مصدر اللي هو current source وعندي هنا current source لكن الفرق بينهم هذا مستقل وهذا غير مستقل هذا يعتمد قيمته لاحظ أنه I0 على أربعة يعتمد قيمته على اعتماد هذا التيار لو تغير قيمة التيار هذا راح يتغير قيمة التيار أو قيمة المصدر الغير مستقل فنرسم الدائرة نقول لدينا مصدر مستقل هنا هذا اتجاه هنا عندي I0 على أربعة هنا عندي التيار I0 هنا عندي 6 أمبير هنا قيمة المقاومة 2 أوم plus minus V0 هنا قيمة المقاومة اللي هو 8 أوم طيب المطلوب السؤال find V0 جهد هنا وهو I0 عند السيركيت أعطاني الأنسر اللي هو الجهد بثمانية فولت والcurrent بأربعة أمبير طيب عندي الدائرة هنا دائرة على التوازي دائرة دائرة التوازي دائما لها خصائص الجهد ثابت في أي فرع نوازي لفرع آخر يعني الفرع هذا يوازي هذا ما في هنا لعنصر هنا أو لعنصر هنا حتى منها النقطة هذه النقطة هذه أو من نقطة هذه يوازي هذا يوازي هذا يوازي هذا ولاحظ عندي aciones ه LEE 2 يجب تحليل الدائرة إذا إذا حللت الدائرة بالشكل الصحيح أسهل علي حل أي دائرة لو ما حللتها بالشكل الصحيح راح تكون صعبة جدا أني أحل الدائرة فلاحظ أنه 6 أمبير هنا فريحني الآن هذا التيار اللي نابع من المصدر فعندي هنا I معروف قيمة اللي هو 6 أمبير راح يوصل لهذه النقطة راح هنا يتفرع يتفرع I0 وراح يوصل للنقطة هذه راح يتفرع للي هو مصدر تيار غير مستقل طيب وراح يكون فيه عندي هنا تيار كذلك خليني أسميه I مثلا IV I2 I3 I4I أي مسمى فعندي هذا التيار ووصل للنقطة هذه تفرع هنا ما يحتاج التيار هذا أعرف قيمته لأنه في النهاية راح يتفرع هنا وهنا فالتيار هذا يساوي التيار هذا زايد التيار هذا زايد التيار هذا زايد التيار هذا وراح يجتمع لاحظ أنه نفس الاتجاه هذا وهذا وهذا يساوي هذا التيار لو كان هذا التيار معكوس اتجاهه يعني للأعلى فراح يقول هذا التيار يساوي هذا ناقص هذا يعني راح يكون هذا بعكس الإشارة راح يكون هذا كذا وراح يتفرع هنا وهنا وراح يكون اتجاهه مختلف فراح يكون هذا الآي يساوي هذا ناقص هذا وهذا اللي هو إذا حسب وضيئة الدايرة وإذا كان فرضته للأعلى والأسفل لكن يختلف يعني يختلف الحل يعني لو فرضت أنه هذا التيار يتجاه بهذه الطريقة رح يكون التيار هذا يجي هنا النقطة هذه يتفرع يمين ويسار وهذا التيار رح يجي هنا وهنا فالغلبة رح تكون أكيد للتيار أو النصر الأعلى لكن خلينا هنا في الدائرة فنقول التيار الأساسي وصل للنقطة هذه تفرع هنا تفرع هنا وهذا قانون كير شوف للتيار فأقدر أقول أنه يساوي الآي زيرو زايد هذا البرانش اللي هو التيار اللي فيه اللي هو آي زيرو على أربعة زايد التيار اللي أنا فرضته اللي هو آي بي آي بي آي خمسة آي واحد مختلف عن أهم شيء مسميات اللي هنا فنقول آي بي أوكي طيب هنا عندي الآي معروفة قيمتها ستة هذا هو المجهول ما عندي شكالية فهنا قيمته معلومة هنا مجهولة هنا مجهولة نفس الشيء يعتبره هنا لازم أحل الإشكالية هذه عندي الآي بي أعرف أنه التيار اللي مر هنا يساوي هبوط الجود اللي هو في زيرو مكسوم على المقاومة مكسوم على المقاومة فأعرف أن هذا الآي بي يساوي من قانونهم في زيرو على آر اللي هو ثمانية على ثمانية برضو نفس الشيء عندي مجهول آي زيرو وعندي مجهول في زيرو طيب لو بحثت في خصائص اللي هو دوائر التوازي راح أجد علاقة في الدائرة هذه ما بين هذا الجهد وما بين هذا الجهد السبب أنه متوازي على التوازي يعني هذا يوازي هذا يوازي هذا فإذا هذا يوازي هذا وهذا يوازي هذا قطع أنه هذا توازي مع هذا راح يوازيه لأنه هذا يوازي هذا وهذا البرانش يوازي هذا فهذا راح يكون جهده أو هبوط جهده نفس هبوط الجهد هذا يصير عندي الفي زيرو يساوي هبوط الجهد على الهوة 2 اوم فأقدر أقول أنه في زيرو يساوي 2 والتيارة اللي مور فيها سبق أنه تم تسميته في السؤال بي آي زيرو الآن أستطيع أن يعوض هذا في القانون ويسهل علي الحل خلينا نسمي هذه معادلة واحد وهذا نقول معادلة اثنين فنقول اللي هو معادلة اللي هو إكوائشن 2 نعوض فيها بي إكوائشن 1 فنقول الآي معروف قيمة إنه ستة فنقول ستة تساوي آي زيرو زايد آي زيرو على أربعة زايد آي بي نعرف إنه هو اللي هي في زيرو نقول ثمانية وفي زيرو نعرف إنها من من اللي هو معادلة ثنين إنه في زيرو إنها ثنين آي زيرو الآن نختصرها هذا تروح ثنين على ثنين هنا أربعة نقول ستة تساوي آي زيرو آي زيرو على أربعة وهينا رح تكون زايد آي زيرو على أربعة كذلك نفس الشيء طيب لو جمعناهم وحدنا المقامات هذه هذه مجموعة ما رح يكونوا نقول ستة ساوي آي زيرو هذا نجمعهم اثنين مقامهم واحد ستصير اثنين آي زيرو هذا يروح باثنين اثنين واحد على اثنين باثنين نضرب الطرفين باثنين عشان نتخلص من هذا رح يكون عندي هنا اثناش اثنين آي زيرو زايد آي زيرو وبالتالي يعني ثلاثة آي زيرو ستصير عندي الآي زيرو تساوي اثناش على ثلاثة وبالتالي تساوي اربعة امبير وعندي التيار يساوي آي اللي هو اربعة امبير طيب الفي زيرو سبق اني حسبت اللي هو تساوي اثنين آي زيرو آي زيرو حسبت قيمتها اثنين في اربعة وبالتالي ثمانية فالانسر اللي هو اللي موجود عندكم هنا اللي هو الجهد طلق بزيرو باربع بولت اللي هو عفوا بثماني بولت هذا هو الثماني بولت والآي زيرو باربع انبير اللي هو سبق وحسبنا طيب ننتقل للسؤال اللي بعده عندي دائرة هنا مركبة لاحظون السؤال اللي كان عندي دائرة التوالي بعدين دائرة التوازي الآن دائرة مركبة فايند the current and voltage in the circuit شوان ننفجر 2.27 يبغى التيار i1 i2 i3 v1 v2 v3 يعني يبغى كل شيء في الدائرة جميع التيارات وفرق الجهود وعندي مصدر نرسم الدائرة زايد ناقص 30 بولت عندي هنا ثمانية عوم ثلاثة عوم زايد ناقص v2 هذه كلها فرضية تعطاني اياها بي 1 6 عوم زايد ناقص بي 3 لاحظ في في الدوائر ودائما انبه الطلاب عليها اللي هو دائما افهم الدائرة وحللها قبل ما تبدأ بالحل لانه ممكن تبدأ بالحل وتقع في يعني يعني تسلك مسار في الحل خاطئ وتضيع الوقت ويكون تصحيح الخطأ غير ممكن لانه الوقت ما يسعفك التصحيحه قد يكون اختبار في وقت اختبار فدائما حلل الدائرة قبل ما تبدأ عندي هنا مصدر لاحظ انه المصدر اكيد عرفت خلاص انه ال i1 نتج عن المصدر ما في شي ثاني خلاص وصل للنقطة هذه تفرع عندي والله i2 و i3 اكيد انه التيار اذا مر في مقاومة ينتج عنه فرق جهد والله ابتدى بالموجة بالسالب تمام متوافق مع التيار هنا ال i2 ابتدى بالموجة بالسالب اوكي هنا بالموجة بالسالب اعرف انه الجهد v3 يساوي v2 لانه علش على التوازي فاختصر بدل ما احسب انا والله الطيار هذا i3 او استطيع انه اذا حسبت ال v2 انه احسب اعرف انه يساوي v3 واعرف واستطيع انه احسب ال i3 مباشرة يعني فتحليلك للدائرة و و و و ورسم حل في ذهنك قبل الحل يسهل عليك امور كثيرة طيب في البداية افضل حل عشان احسب قيمة الطيارة مصدر دائما دائما حساب اللي هو المحصلة كاملة للمعاوقة او للمقاومة انا ما اقدر اقول معاوقة ما عندي دائرة اللي هو فيها ملف ومكثف ومثل دوائرة التيار المتردد لا عندي هنا مقاومات فانا احسب اللي هو ال r total r total اول شيء ال r total عندي r total هنا اكيد اللي هو هنا r1 لان اعتبرها v1 هنا r2 دائما اذا كان عندي عنصرين على التوازي مضروب في المجموع او مقلوب الاول زايد مقلوب الثاني الكل السالب واحد كلها صحيحة كل الطريقتين صحيحة كلها تديك نفس الناتج المقلوب المضروب على المجموع يخدمك في حالة مقاومتين او معاوقتين فقط ما استطيع طبقهم على ثلاثة واربعة خمسة معاوقات او مقاومات لانه راح تكون مضروب على المجموع راح تكون بطريقة مختلفة شوي لكن اذا واحد شخص ما يبغي يلخبط خلاص مقلوب الاول زايد مقلوب الثاني الكل السالب واحد يعني يقدر اقول واحد على r لاثنين زايد واحد على r ثلاثة هذا شيء بديه يا شباب بس للتذكير فقط قد يكون شخص لو فترة طويلة على الدراسة فللتذكير استطيع اني اذكرها كذا في حالة مقاومتين او ثلاثة او اربع ايين تكون عدد المقاومات لكن ما استطيع اني مثلا اقول مضروب على المجموع في اكثر من مقاومتين لانه لا تطبق الا على مقاومتين بعض يفضل هذا الطريق والبعض لا يقول لا ابغاه انا والله ثمانية واعرف انه هذي مقاومتين فاستطيع اني يقول r ثلاثة على مضروب على المجموع r ثلاثة كلها تديك نفس النتيجة كلها تعطيك نفس النتيجة فكل الطريقتين صحيح فنقول ثمانية اللي هي هذه زايد المضروب على المجموع اللي هو ستة مضروب في ثلاثة بثمنطاش على تسعة اللي هو مجموعهم فهذه ثمانية زايد اثنين بعشرة اوم هذا r total معناته اني اصبحت الدائرة عندي زايد ناقص ثلاثين فولت r تساوي عشرة اوم هذا كل عشان احسب فقط التيار i1 اللي هو جامل مصدر هذا i1 فنقول i1 تساوي مقانون اوم اللي هو vs الاساس المصدر على rt تساوي ثلاثين على عشرة وبالتالي مصدر ثلاثة امبر ثلاثة امبر طيب خلاص انا عرفت i1 وعرف انه قيمة الثلاثة عرف ان i1 سوى i2 زايد i3 الآن عندي امكانية نحسب فرق الجهد اللي هنا هو v1 وهو مطلوب من الزمن السؤال ونقول v1 يساوي اللي هو i1 في r1 هو ثلاثة مضروب في ثمانية سيكون 24 فولت ثلاثة 30 جهد هنا فرق جهد موجب سالب سيكون سالب سالب v1 v1 حسبته 24 بعدين موجب سالب وتصبح سالب v2 انتهينا دائرة هذي اغلقت خلاص ورجعت لمصدر فيساوي 0 استطيع اني احسب v2 اودي الطرف الثاني وتصبح v2 اطرح هذه من بعد وتصبح عندي 6 فولت فاذا v2 تساوي 6 فولت 6 فولت حسبت v1 حسبت v2 استطيع اني احسب i2 و v2 عندي فيساوي v2 من قانون على r2 v2 ب6 و r2 ب3 قانون 2 امبير اوكي خلاص الآن سهلت علي i1 ب3 و v1 ب24 و i2 حسبت ب2 امبير وحسبت كمان وهو v2 واكيد انه i3 يساوي المتبقي i1 ب3 وال i2 ب2 اكيد انه i3 ب بواحد امبير i3 اكيد انه يساوي i1 ناقص i2 3 ناقص اثنين بواحد امبير وبالتالي v3 تساوي اللي هو يساوي اتمني يكون واضح i3 امبير في r 3 1 في r 3 اللي هو 6 وساوي 6 عفوا 6 vol امبير امبير هسبت i3 v3 i2 v2 i1 v1 شكرا